بعد نجاح هاتفها السابق سامسونج S20 FE الذي كان من أفضل هواتف سامسونج مواصفة وسعرا ها هي الشركة تستعد لإطلاق هاتفها الجديد سامسونج S23 FE حيث أشارت بعض التسريبات أن الهاتف سيأتي بعاتات قوي لذلك في هذا الفيديو سنتعرف على بعض المواصفات ولكن قبل ذلك دعمنا بلاك للفيديو تحفزينا على تقديم المزيد السلام عليكم معكم عادل من قناة دقاء التقنية كما تعلمون أن السامسونج استغنت في العام الماضي على هاتفها S22 FE وهذا لعدة أسباب ولكن الشركة أخيرا ستعود بقوة خاصة في هذه السلسلة والسلسلة هذه محببة جدا خاصة لفئة الشباب الذين يبحثون على هاتف بمواصفات عالية وبسعر مناسب فهاتف الآس 23 FE سيأتي تقريبا بنفس تصميم سلسلة الآس 23 حيث وحدت سامسونج هذا التصميم على جميع هواتفها القادمة سواء الهواتف الإقصادية أو المتوسطة وحتى الهواتف الرائدة أيضا تشير التسريبات أن الهاتف سيأتي بمعالج قوي ورائد من شركة كوالكم وهو سناب دراجون 8 بلاس الجيل الأول بدقة تصنيه 4 نانومتر معالج غاني على التعريف سيقدم لك تجربة آداء قوية لذلك سيكون سبب شراء هذا الهاتف هو هذا المعالج إن صحت الأخبار ومن المؤكد أيضا أن الهاتف سيأتي بشاشة مميزة من سامسونج من نوع ديانيميك أمولو 2 إكس بتردد عالي 120 هرتز وما زال لا يوجد شيء على حجم الشاشة في انتظار كامل التفاصيل عليه وفي الأخير كانت هذه بعض التفاصيل أو التسريبات على الهاتف المنتظر الأس 23 FA فأكيد أن الهاتف سيكون أرخص من سلسلة الأس 23 أيضا سيأتي بعتاد قوي ويسأتي نفس بقوة بقية الهواتف في سعرية وفي الأخير ما رأيكم بالهاتف إن صحت الأخبار أنه سيأتي بهذا المعالج هل سيكون صفقة ممتازة للشراء خاصة في وجود سلسلة الأس 23 والأقوى الأس 23 إلترات دمتم في رعاية الله وحفظه